بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أخوتي أخواتي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته عموما يتركز الكلام فيما يرتبط بالمذاهب الإسلامية في علم الكلام حول النشأة التي غالبا ما تكون معبرة عن خلفية سياسية بمعنى أن المذاهب الإسلامية الكلامية عندما نشأت في المجتمع الإسلامي لم تكن لتنشأ لولا وجود صراع واختلاف وتباين سياسي لكن هو الذي يتطلب دائما أن يرسم كل فريق الدائرة المعرفية التي من خلالها يمكن الدفاع عن السلوك بمعنى أنهم لا بد من أن يضفوا هالة من المشروعية على أفعالهم وتصرفاتهم وما يقومون به سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي ومن ناحية أخرى يريدون أن يرسموا صورة الآخر من أجل أن يرتدي حلة العداوة وبالتالي ليكون بمقدورهم أن يقوموا بإلغائه أو قتاله أو إرساء قاعدة للصراع معه هكذا كانت بداية المذهب الاعتزالي في الإسلام لذلك ليست عندنا صورة واضحة حول البدايات وإن كانت القصة المشهورة وهي أن واصل بن عطاء وعمر بن عبيد كان يحضران مجلس الحسن البصري وبالتالي جاء من سألهم حول فاعل الكبيرة كالقتل والزنا والسرقة وما شابه ذلك فهل هو كافر أم هو مؤمن قبل أن يجيب الحسن البصري على هذا السؤال الذي كان يشكل في تلك المرحلة مفصرا انتقاليا فالمرجئة مثلا يذهبون إلى القول بأن فاعل الكبيرة إنما هو مؤمن وأما الخوارج فهم يذهبون إلى أن فاعل الكبيرة هو كافر وبالتالي يريدون من الحسن البصري أن يعطي رأيه بالتأكيد يذهب البصري إلى القول بأنه منافق ولكن واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ذهبا إلى القول بأن فاعل الكبيرة إنما هو فاسق وهي العبارة التي اشتهرت عنهم بالمنزلة بين المنزلتين وهي واحدة من الأصول الخمسة التي تقول بها المعتزلة فلا يمكن أن نلحقه بالكافر من أجل أن يجري عليه حكمه ولا يمكن أن نلحقه بالمؤمن من أجل أن يلحق به أيضا وإنما لا بد من وضعه في منزلة بين المنزلتين أي هو في دائرة الفسق ولكن هذه القصة أستبعد أن تكون الأساسة الذي انطلقت منه الحركة الاعتزالية وذلك لأن العلاقة استمرت إيجابية بين واصل بن عطاء وبين الحسن البصري وفي الحوارات التي كانت بين واصل بن عطاء وبين عمر بن عبيد وهما المؤسسان لحركة الاعتزال يظهر من خلال هذا الحوار أو هذا النقاش أو تلك الرسائل أن بن عطاء يذهب إلى ضرورة أن يتم التمسك بالمنهج الذي سار عليه الحسن البصري أي لم ينفصل عنه انفصالا كبيرا بحسب القصة التي تقول قال الحسن البصري اعتزل واصط وأصحابه بما أن واصل قد اعتزل بهؤلاء عرفوا بالمعتزلة هذا الكلام يصح بناء على وجود مفارقة بينما عندما نجد أن واصلا يتحدث مع الحسن البصري ويستمر في حضور جلساته ويمشي على منهجه وخطه في التفسير بدلا من التمسك بالتأويل كل ذلك يدفعنا إلى القول بأن هذه القصة إنما هي أقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة وأما بالنسبة إلى السبب الحقيقي فربما يكون كامنا وراء حالة سياسية كان قد عمد إليها بعض المسلمين في الصدر الأول حيث إن بعضهم لم يلتحق بعلي عليه السلام كما ذهب إلى القول بضرورة عدم الانسياق إليه أي عدم الحرب معه وعدم الحرب عليه هؤلاء موقفهم هو موقف اعتزال هو موقف جلوس جانبا بدلا من الخوض في الصراع وفي هذا المعترك الذي ربما لا تحمد عقباه من وجهة نظرهم والدليل على ذلك أن مغظم المسائل التي تحدث عنها هؤلاء المعتزلة ترتبط بصراع الذي كان بين علي من ناحية وعائشة وطلحة وزبير لماذا تمحور كل هذا النقاش في تلك المرحلة حول هذه الموضوعات أليس لأن هناك فعلا سياسيا لابد من وجهة نظر ترتبط به أليس لأن هذا الموقف السياسي الذي استدعى من فئة من المسلمين أن يقف على حدة من غير أن يخوض في حرب أو في قتال مع علي أو ضده وربما مارسوا هذا الفعل إزاء الجميع بل عندما نطالع بعض ما نقل عن واصل بن عطاء يذهب إلى القول بفسق كل واحد من الطرفين بمعنى أن كل طرف بين علي ومعاوية يفسق الطرف الآخر فكل طرف لا يؤخذ بشهادته على الأقل باعتبار أنه بالنسبة إلى الطرف الآخر فاسق أما عمر بن عبايد فقد وصل إلى تفسيق الجميع أي إلى تفسيق الطرفين وهذا الكلام يجعلنا نذهب إلى القول بأن هناك حالة من الوقوف على حدة في الصراع بين الفراق المتناحرة أو المتصارعة سياسيا ولا سيما بين علي ومعاوية هو الذي استدعى فيما بعد أن يكون هناك متكلمون هم المعتزلة يتخذون اتجاها لا يحاولون من خلاله أن يغلبوا فئة على فئة ولا أن ينصروا طريقا على طريق آخر لذلك لا يبعد أن يكون هذا الاعتزال منطلقا من هذا الأساس وليس من هذه القصة التي ربما توجد عندنا قرائن كثيرة تدل على عدم استقامتها مهما يكون إذا أردنا أن نتحدث بصورة أولية عن المعتزلة وعقائدهم لكان بإمكاننا أن نرجع إلى ما كتبه القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة فهذا الكتاب يحاول أن يبين لنا أن الأصول عند المعتزلة بالرغم من اختلاف أفرادهم هي خمسة أي عندما يختلف فرد مع فرد آخر منهم حول واحد من هذه الأصول الخمسة عندئذ لا يعد من المعتزلة وهذه الأصول الخمسة هي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا القاضي عبد الجبار نفسه عنده كتاب اسمه المغني في أصول الدين يذكر أن أصول الاعتزال تتركز في اثنتين التوحيد والعدل لذلك يعرف هؤلاء بأنهم أصحاب مذهب العدلية أو مذهب التوحيد والعدل باعتبار أن هذين الأصلين يعدان الأساس على مستوى بنية مذهبهم الكلامي وكأن كتابا آخر له وهو المختصر يذهب فيه إلى أن الأصول أربعة التوحيد والعدل ويضيف إليها النبوات والشرائع لتصبح أربعة ثم ما يقوم به هو أن يجعل الوعد والوعيد والمنزل بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن دائرة الشرائع ثم نجده يرجع النبوات والشرائع إلى أصل العدل فمن باب عدل الله أن يبعث الأنبياء وأن يقوم بإرساء الشرائع لذلك هذه التوليفة كلها تجعلنا لا نقرأ رؤية واحدة عند المعتزلة لذلك سأتحدث اليوم عن هذه الأصول ومن ثم سأذهب فيما بعد إلى بيان الفروق مثلا بين أبي الهذيل العلاف وهو أحد المتكلمين وبين الجبائيين أقصد أبا علي وأبا هاشم بالإضافة إلى القاضي عبد الجبار فضلا عن واصل بن عطاء وعمر بن عبايد فضلا عن النظام ولديه رؤية خاصة ترتبط بالصفات بل ولديه رؤية خاصة ترتبط بالدليل على إعجاز القرآن إذ يرى أن ذلك في الصرفة إذن هذه الأصول الخمسة هي التي يتمسك بها أبناء المعتزلة بشكل عام أما في التفاصيل ففي كل عنوان هناك شذوذ واختلاف ولكنه لا يفسد في الود قضية أن يبقى هؤلاء ضمن دائرة المعتزلة طبعا قبل أن أدخل بالشرح عن كل عنوان من هذه العناوين التي تشكل عقيدتهم لا بد من الإشارة إلى أنهم يرون أنهم يتميزون بأصل التوحيد عن المجسمة والمشبهة والملحدة وغيرها من الفرق ويرون أنهم بالعدل يتميزون عن المجبرة هؤلاء الذين يقولون بالجبري وكل هذه المذاهب سيأتي الحديث عنها فيما بعد إن شاء الله وهناك أيضا من خلال الوعد والوعيد يتميزون عن المرجئة وأما من خلال المنزلة بين المنزلتين فيتميزون من خلالها عن الخوارج وأما من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتميزون من خلالها عن الإمامية فإذن هناك خصوصيات أي ربما يتفقون مع بعض المذاهب في بعض هذه العناوين ويختلفون مع غيرها ربما يكون الاختلاف في أصل ولكن مجرر الخروج عن القول بهذه الأصول الخمسة عندئذ لا يكون من المعتزلة قبل أن أخذ أيضا في بيان هذه المكونات لأفكارهم أشير إلى أنهم يتفقون إلى حد بعيد على أن من ضرب التوحيد فقد دخل في دائرة الكفر بمعنى أنه نسب إلى الله صفة لا ينبغي أن تنسب إليه أو سلب عنه صفة ينبغي أن تكون لاحقة به وأيضا من ذهب إلى ضرب قضية العدل فهنا إذا كانت مبنية على القول بعدم فعله للحسن عندئذ أيضا يقال بتكفيره وأما إذا قيل بأن ذلك ليس إلا من قبيل أنه يمكن أن يعاقب أو أن يثيب أما العقاب فربما يتهاون فيه باعتبار أن ذلك هو من كلمه أيضا يكفرون من يذهب إلى هذا التفكير بالإضافة إلى أنهم يخطئون من يقول ربما يكون الله قد التزم بالوعد والوعيد إلا أنه توجد هناك استثناءات أو تقيدات لم يوضحها للبشر إذ ليس من عدالته أن لا يقوم بهذا الفعل وهكذا بالنسبة إلى بقية العناوين فتارة يكفرون وتارة يفسقون وتارة ثالثة يخطئون فمثلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعدون أن من أنكر ذلك إنما هو كافر وأما من جعل ذلك معلقا بحضور الإمام فهذا مغطئ وكأن من ذهب إلى الرأي الثاني لا يدخل ضمن دائرة التكفير أما المنزلة بين المنزلتين فمن قال إن فاعل الكبير هو كافر فقد كفر وأما من قال إن فاعل الكبيرة إنما هو مؤمن فقد أخطأ وبالتالي لا بد من القول هو فاسق إذن هذا هو موقفهم ومن الجيد أن نعرف دائما كيف ينظر صاحب المذهب إلى الآخر كيف يقرأه كيف يشكل لديه تصورا تبتني عليه أفكاره ويبتني عليه سلوكه أما بالنسبة إلى الأصل الأول وهو التوحيد يذهب أبناء الاعتزال إلى القول بأن التوحيد يعني العلم بأن الله واحد وليس له أي مشارك في صفاته طبعا ليست قضية التوحيد من القضايا التي يختلف فيها المسلمون فكل الفرق الإسلامية تذهب إلى القول بالتوحيد ولكن هناك أمرا اختصت به الحركة الاعتزالية وهي التركيز على موضوع الصفات أنتم تقرؤون أن الله موجود وأن لله صفات لا بد من أن تلحق به وهذه الصفات ذكرت في القرآن من الحياة والقدرة وغير ذلك فهل يمكن أن نقول هذه الصفات تلحق بالذات الإلهية أم لا تلحق به هناك رأي اختص به المعتزلة يذهب إلى القول بنفي الصفات أي ليس لله صفات ما دليلكم على ذلك؟ الدليل أن هذه الصفات إما أن تكون من ذاته وإما أن تكون خارجة عن ذاته إذا كانت خارجة عن ذاته هنا يلحظ فيها أنها تضاف إليه وإما أن تكون محدثة وإما أن تكون قديمة إذا كانت صفات الله قديمة أي كانت الحياة والقدرة والعلم كان كل ذلك قديما فمعنى ذلك أننا أثبتنا إلها قديما وصفات قديمة أيضا فغدا عندنا أكثر من قديم وهذا شرك بالله وإما أن نقول هي محدثة وإذا قلنا هي محدثة فمعنى ذلك أن الله في حالة افتقار وأنه في حالة تغير وانتظار وتبدل وهذا مما لا يمكن أن نقول به لذلك ما طبيعة هذه الصفات؟ بالنسبة إلى واصل بن عطاء نفى الصفات مطلقا باعتبار أن القول بوجود هذه الصفات إنما هو قول بوجود أكثر من قديم وهذا يؤدي إلى الكفر البعض ذهب إلى التأويل كما هو بالنسبة إلى أبي الهذيل العلف ذهب إلى القول بالتأويل أي ليس لله صفات إيجابية تثبت له وإنما له صفات سالبة أي يريد أن يذهب إلى القول ليس لله صفات ولكن القرآن ذكر هذه الصفات وأصر عليها فكان لابد له من أن يقول بتأويلها أي عندما نقول الله عالم كأننا نقول الله عالم لا بعلم زائد عليه وإنما عالم بعلم هو من ذاته أو كما ذهب بعض المعتزلة أيضا إلى القول بأنه عندما نقول الله عالم أي أن الله ليس بجاهل ولكن لا أستطيع أن أتحدث بالوصف عن الذات الإلهية أقول ليس بجاهل ليس بعاجز ليس بميت بدلا من أن أقول أو أن أعرف بالليسيات أو بما هي أمور نافية كان لابد من أن أضع في مقابلها مفردة تدل على الإجاب صحيح أنها تدل على الإجاب إلا أنها تأخذ من ناحية سلبها فعندما نقول الله قادر ليس معنى ذلك أننا نسبنا القدرة إليه وإنما معناها أننا نفينا العجز وعندما نقول الله عالم ليس معنى ذلك أننا نسبنا العلم إليه وإنما معناها أننا سلبنا الجهل عنه البعض كما هو العلاف يذهب إلى القول بأن الصفات إنما هي عين الذات من قليل كنا نتحدث عما إذا كانت الصفات خارجة عنه فلابد من القول بأن الصفات إنما هي ذاتية بالنسبة إليه أي أن الله من ذاتيته العلم والقدرة وغير ذلك أي هو عالم ليس بعلم يضاف إليه هو قادر ولكن ليس بقدرة تضاف إليه وهذا ما عرف بأن الصفات هي عين الذات وهو الرأي الذي تمسك به المذهب الإمامي إذن بالنسبة إلى مشكلة الصفات شكلت أزمة كبيرة بالنسبة إلى المعتزلة وبالنسبة إلى المذاهب الكلامية كلها فكان لابد من بيان موقف وكان موقفهم هو القول بنفي الصفات لأنه عندما نقول ليست له صفات مطلقا أو عندما نقول له صفات ولكن الصفات هي عين الذات أي لم تعد عرضا لم تعد خارجة أصبحت ذاتية وهذا مما لا يمكن أن يتصور إلا من باب الاعتبار والتخيل وإضفاء ذلك على عالم ميتافيزيقي على عالم لا يتقيد بالقواعد والقوانين التي توجد بيننا وهناك من ذهب إلى تسميتها بالأحوال أي حاول أن يبدل المصطلح من أجل أن لا تصبح هذه الصفات زائدة أو مضافة إليه طبعا كل ذلك في مقابل من ذهب إلى التشبيه لذلك هناك قضية رؤية الله من القضايا التي شغلت المسلمين البعض ذهب إلى القول بأنه يمكن في يوم القيامة أن يشاهد الله بدليل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولكن المعتزلة عملوا على تأويل ذلك قالوا بأن الله بما أنه ليس بجسم وليس له حجم من طول وعرض وعمق لذلك لا يمكن أن يشاهد أو أن يرى فما ذكر في هذه الآية لا بد من تأويله الناظرة بمعنى أنها منتظرة وربما تكون الرؤية إنما هي الرؤية القلبية أو الرؤية النفسية أو الرؤية بمعنى التثبت من وجوده ليس أكثر لذلك ذهبوا إلى تأويلها ووجدوا أنه لا بد من أن نقف قليلا عند قضية كلام الله أليس القرآن كلام الله أليس الله قديما إذن ينبغي أن يكون كلامه قديما ولكن القرآن محدث لذلك البعض ذهب إلى القول بقدم القرآن والبعض ذهب إلى القول بأنه مخلوق أما المعتزلة فقد اختارت أنه مخلوق ما الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك بنصوص قرآنية من قبيل جعل القرآن قرآنا عربيا ومن قبيل أن القرآن يقص أخبار الأولين كل ذلك يدل على أن هناك إحداثا أي أن هذه الأمور لم تكن موجودة ثم وجدت وأن الله أحدث كلامه وليس كلامه قديما وقضية قدم القرآن أو حدوثه من القضايا التي أحدثت زلزالا معرفيا وخلافيا كبيرا في المجتمع الإسلامي لذلك تبناها المأمون وأصبحت بمثابة الدين للدولة العباسية إلى أن جاء المتوكل فعمل على محاربة حركة الاعتزالية فكان يعاقب من يقول بأن القرآن إنما هو مخلوق أي لا بد من أن يكون قديما بينما كان المأمون ومن جاء بعده في العصر العباسي يختبرون دين الشخصي هل تؤمن بأن القرآن قديم أم هو مخلوق فإذا كان قديما فإذا قال هو قديم عندئذ لا يوضع في منصب وربما يضيق عليه وإن لم يضطهد إلى أبعد الحدود كما حدث بالنسبة إلى أحمد بن حنبل إذن كانت هناك مشكلات مستعصية فيما يرتبط بخلق القرآن بالفعل هؤلاء ذهبوا إلى أن الله كلامه ينبغي أن يكون قديما بينما القرآن يتحدث عن أمور جرت مع الزمان فلا بد من أن يكون حادثا إذا كان القرآن قديما فمعنى ذلك أننا أثبتنا قديمين إذا كان كلام الله قديما فمعنى ذلك أمننا أمام قديمين أيضا فالحل هو نفي هذه الصفات والقول بأنه كلام جاء متأخرا أما السؤال كيف تكلم الله ونحن نعرف أن الكلام لا بد له من حنجرة ولسان وما شابها فهذا من الأمور التي أخذت عندهم مدا وجزرا في النقاش والبحث لعدم الوصول إلى تحليل أو تفسير نهائي لها هل يأمر الأشياء بأن تصطق؟ ألم يكلم موسى تكليما؟ هل هو كلام ذاتي؟ أم هو أمر للأشياء بأن تصطق؟ كل ذلك أدى إلى عدم وجود بلورة لصورة واضحة مهما يكون بالنسبة إلى التوحيد ربما نقوم بتقسيمه إلى التوحيد الذاتي التوحيد الأفعالي التوحيد العبادي والتوحيد الصفاتي بالنسبة إلى المعتزلة كأنهم يتمسكون بثلاثة أنواع من التوحيد فهم يتمسكون بالتوحيد الذاتي وليس عندنا مسلم لا يقول بالتوحيد الذاتي وأما التوحيد العبادي فلا نقاش فيه وذلك لأن الله هو الذي يستحق العبادة وحده بقي عندنا التوحيد في الصفات والتوحيد في الأفعال أما التوحيد في الصفات فهذا مما ذهبت إليه المعتزلة طبعا ليسوا جميعا وإنما قسم كبير منهم ذهب إلى القول بأن الصفات هي عين الذات أي وحد بين الذات وصفات وأما الأشاعر وهم الأعداء اللدودون للمعتزلة فهؤلاء يذهبون إلى القول بالتوحيد الأفعالي كما سنناقش ذلك فيما بعد أي هي نظرية الكسب أي أن الفعل ينسب إلى الإنسان مجازاً وإلى الله حقيقة وهذا ما سوف نناقشه بعد قليل في موضوع العدل عند المعتزلة مهما يكون بالنسبة إلى التوحيد كأن المقصود منه هو التوحيد الذتي والتوحيد العبادي وهذان أمران يشترك فيهما المعتزل مع جميع المسلمين وهناك توحيد ثالث هو الذي يميز المعتزلة عن غيرهم بل يميز العدلية عن غيرهم لأن التوحيد الصفاتي أمر مشترك بين الإمامية وبين المعتزلة أي القول بأن صفات هي عين الذات مشترك بين الإمامية وبين المعتزلة طبعاً الفرق لا يأتي هنا كما يقول قاضي عبد الجبار وإنما في الآصل الخامس إذن بالنسبة إلى فكرة التوحيد الأفعالي يرفضها المعتزلة رفضاً باتاً وقاطعاً لا يمكن القول بها لأسباب سيأتي نقاشها وعليه التوحيد عند المعتزلة يقتضي القول بأن الذات الإلهية هي واحدة وليس لها شريك لا في الصفات الإيجابية ولا في الصفات السلبية ولا بد من العلم بذلك والإقرار به بقي أن نتحدث عن الصفات وهم ينكرون الصفات فإما يؤولونها وإما ينفونها بصورة مطلقة أو يحملونها على النفي أو السلب أو ما شابها ولكنهم لا يقولون بأن هناك صفات يمكن أن تحمل على الذات الإلهية لأن هذا الأمر سيستدعي أن تكون عندنا تعددية في القديم أي سيكون عندنا أكثر من إله وهناك أمر آخر هو أن القرآن إنما هو مخلوق وليس قديما لأنه لو كان قديما لا استوى مع الله هو كلام الله ولكن الله لا يعجز من أن يصنع كلاما وأن يقدمه للبشر بصورة متأخرة عن وجوده ليس من الضرورة أن يشترك ذلك معه في الزمان ولا أن يشترك معه في الوجود البعض منهم ذهب إلى القول أيضاً بأنه لا يمكن أن نتحدث عن إله قديم لأن مصطلح القدم مما لا يمكن أن نتقبله لكونه يعطي الزمان للذات الإلهية والله ليس له وعاء زمني بل الزمان مخلوق مع الأشياء التي أوجدها وينفون في الوقت ذاته أن تكون هناك رؤية لله في يوم القيامة ويذهبون إلى تأويل كل النصوص التي أشارت في الكتاب والسنة إلى موضوع رؤية الله فتبقى الرؤية قلبية أو يبقى ذلك مما يعد برهاناً على وجوده ليس أكثر أما بالنسبة إلى الأصل الثاني فهو العدل والمقصود بالعدل في هذا السياق أن يفعل الله ما ينبغي أن يفعله من خير وأن يدرك ما ينبغي أن يدركه من عدم هذا الخير لذلك عندما نتحدث عن العدالة فمعنى ذلك أن هناك شؤوناً ترتبط بها يبرز العدل في مقابل الظلم البعض يعترض على هذه المسألة كما هو شأن الأشاعر بأنه لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون فيمكن لله تبارك وتعالى على سبيل المثال أن يضع الكافر في الجنة وأن يضع المؤمن في النار أما المعتزلة فيرفضون ذلك نهائياً ويقولون بأن العدل الإلهي إنما هو ملزم للذات الإلهية فلا يمكن أن يفعل إلا ما يعد عدلاً وذلك انطلاقاً من مقاييس عقلية يقدمونها أو يعطونها في هذا المجال قبل أن نخوض في المسألة نشير إلى أن الفعل الإنساني هل هو في دائرة الحرية أم هو في دائرة الجبرية أي هل أنت مجبر على أفعالك أم أنت لست سوى مخير طبعاً كل ما أقدمه إنما هو وجهة نظار المعتزلة وجهة نظار الإمامية نتركه للمحاضرات الأخيرة كما نعرف فإذن بالنسبة إلى المعتزلة يذهبون إلى القول بأن الإنسان لديه أفعال اختيارية ولديه أفعال تكوينية أما الأفعال التكوينية فلا يد له فيها كضربات قلب الإنسان واغتذاء جسمه وما شابها أما بالنسبة إلى أفعاله الإختيارية فهو حر فيها وحريته مطلقة لماذا؟ لأنه لو كان الفاعل الحقيقي هو الله كما تذهب إلى ذلك المجبرة أو كما يذهب إلى ذلك الأشاعر بلون من التلطيف لأن الجويني والغزالي وسواهما يقولون بنظرية الكسب أي أن الإنسان يكتسب الفعل اكتساباً ولا يصنعه بعبارة أبسط عندما أقوم بفعل هذا الفعل الذي أقوم به ليس بقدرته وإنما هو بقدرة الله فالله هو الذي أقدرني على أن أقوم بهذا الفعل ينسب الفعل إلي مجازاً ولكنه ينسب إلى الله حقيقةً فهل الفاعل الحقيقي هو أنا أم الله؟ في البداية ضمن كثيرون ومن خلال النصوص قرآنية أن الفاعل الحقيقي إنما هو الإنسان وهناك آخرون أيضاً ظنوا أن الفاعل الحقيقي هو الله ضاعت القضية حتى أن قوله تعالى لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء هنا يحتمل أن تكون هذه الإشاءة راجعةً إلى العبد كما يحتمل أن تكون راجعةً إلى الذات الإلهية فكان لابد من النقاش في حقيقتها فهل أنا من أقوم بهذا الفعل حقيقةً وينسب إلي حقيقةً أم أنا من أقوم بهذا الفعل مجازاً وأما الفاعل الحقيقي هو الله طبعاً الأشاعر أخذوا الفكرة إجمالاً من بعض الاتجاهات الفلسفية اليونانية على غرار المعتزلة الذين تأثروا تأثراً كبيراً بهذا الاتجاه العقلاني الذي وجد عند اليونانيين واقتبسوه وأخذوه بعد حركة الترجمة والنقل الواسعة على مستوى الجزيرة العربية مهما يكون يبدو أنهم عندما تحدثوا عن فعل يقوم به الإنسان ينسب إليه مجازاً وإلى الله حقيقة أخرجوا مبدأ الحساب والعقاب وذهبوا إلى القول بأنه ما دام الفاعل الحقيقي هو الله فكيف يمكن إذن أن يثيب أو أن يعاقب كانت الإجابة من قبلهم ذات بعد فلسفي تأويلي إذ إن هذا الإنسان بمجرد أنه يهم بالفعل أو ينويه أو يتصوره عندئذ سواء وقع منه هذا الفعل في الخارجي أو لم يقع يسجل عليه فعلاً وأما في الخارجي فذلك رهن إرادة الله فإن شاء أن يجعل ذلك متحققاً في الخارجي جعله وإن شاء أن لا يجعله كذلك فهو لا يجعله أي لو أنني أردت أن أؤذي شخصاً أو أن أكرم شخصاً بمجرد أنني أردت ذلك سجل على فعل أنه حسن أو قبيح أما بالنسبة إلى فعل الحقيقي ربما يبرز في الخارجي وربما لا يبرز في الخارجي فإذا برز أو لم يبرز المسئولية هي على الذات الإلهية لذلك يقولون إن الفاعل الحقيقي للأشياء هو الله بينما الفاعل المجازي هو أنا والفرق بينهما أنه عندما أردت ليس من الضروط أن يكون الواقع الخارجي تبقى إرادتي أما عندما تحقق هذا الأمر في الخارجي فبمجرد أن الله أراده أن يكون متحققاً في الخارجي فقد تحقق لذلك يقولون ما يقع في الخارجي إنما هو إرادة الله هل هو إرادة أم لا؟ نعم هو إرادة في طول إرادة الله ولكننا نستطيع أن نعلق قليلاً لنقول كل ما أردنا أن نحدثه بالفعل حدث إلا إذا اصطدم بأمر خارجي منعته الطبيعة أو الأشياء عندئذ هل كل ما أردته جاء مطابقاً لما يريده الله؟ الحقيقة أن المسألة ليست إلا من قبيل المسؤولية الطولية من وجهة نظرهم أما المعتزلة فذهبوا إلى القول بصورة باتة أن الإنسان مسؤول عن أفعاله وهو حر وليس هناك أي طقيب لفعله إلا ما هو طقيب تكويني طبيعي ربما لا يناقش فيه كثيراً بدليل أنه لو لم يكن الإنسان حراً لما كان مسؤولاً عن أفعاله وبما أنه ليس مسؤولاً عن أفعاله ليس هناك ثواب وعقاب لا بد أيضاً من أن يكون الإنسان حراً لأنه لو لم يكن الإنسان حراً لما كانت هناك إمكانية لأن يعصي أو أن يطيع وبالتالي لماذا جاءت النبوات؟ هل جاءت النبوات عبثاً أم جاءت النبوات من أجل القيام بمهمتهم؟ فمدام هذا الإنسان مجبراً ومبرمجاً في أفعاله لماذا إذن تأتي كل هذه النبوات؟ إذن هؤلاء عندما ذهبوا إلى القول بأن الإنسان مسؤول عن أفعاله وهو حر فيما يقرفونه رسموا رؤية مختلفة عن رؤية الأشاعر وذهبوا إلى القول بأن الله لا يفعل إلا الأصلح ولو فعل غير الأصلح لكان ذلك منقصة فيه ولما جاز له ذلك طبعاً هناك تعبير واضح عند المعتزلة وهو القول بأنه يجب على الله أن يفعل الحسن وأن يترك القبيح لذلك قالوا بإمكانية أن يكون هذا العدل لوناً من ألوان التمسك بالحسن ورفض القبيح وبالنسبة إلى مسألة الحسن والقبح العقليين ذهبوا إلى القول بأن ما قبحه العقل قبحه الشرع وبأن ما قبحه الشرع لا بد من أن يكون مقبحاً من قبل العقل المعتزلة قالوا قبل أن يكون عندنا إسلام وقبل أن يكون عندنا دين كان العقل هو الميزان بالنسبة إلى البت في الأمور وبناء عليه فإن العقل وحده قادر على البت في حقيقة الأفعال من أجل الحكم عليها بأنها حسنة أو قبيحة هل في هذا الكلام تخل عن الديانات؟ طبعاً من وجهة نظرهم لا يعد ذلك من هذا القبيل نحن نعرف أن المعتزلة كانوا في محارب الفلاسفة أي كلما أعوزهم الأمر في الجدل الديني ذهبوا إلى الفلاسفة واقترضوا منهم الكثير من الطروحات والأفكار والمناهج وغير ذلك فكان من الطبيعي أن يأخذ منهم فكرة أن بعض البشر ربما يكونون بأفكارهم قد فاقوا الجميع فربما يعفون من أمور كثيرة بخلاف من هم من العامة الذين دائماً يحتاجون إلى قهر أو يحتاجون إلى مشروعية وإلى إلزامية وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال هذه التوصيات وهذه التعاليم فإذن العدل بالنسبة إلى المعتزلة يعد واحداً من الأصول الخمسة التي لا تفريط بها مع العلم بأن الأشاعر رفضوا فكرة العدل انطلاقاً من عدم وجود إمكانية لأن نضع قوانين أو أنظمة نقيد بها الفعل الإلهي فلو أن واحداً منكم كانت لديه مئة نعجة ومن ثم أراد في يوم عيد أن يذبح نعجة ومن ثم أخذ واحدة منها عندئذ هل تحتج عليه هذه النعجة؟ لماذا اخترتني أنا وتركت تسعة وتسعين نعجة أخرى؟ إذن لو أن هذه النعجة اعترضت عليك ماذا تقول؟ ألا تقول بأنك حر في فعلك وفي تصرفك وهذه الأمور ملك لك وأنت تستطيع أن تتصرف بناء على حكمة أو بغير هذه الحكمة؟ بالنسبة إلى الأشاعر يمشون على الطريق نفسها كأنهم يقولون إن الله لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون وبالتالي يستطيع الله أن يضع المؤمن فيه النار وأن يضع الكافر في الجنة فالأمر موكول إليه ذاتا طبعا بالنسبة إلى الأصل الثالث وهو الوعد والوعيد كأن المقصود فيه عندهم أن الله عندما يعد بأمر فيه مضرة أو فيه خير أو ربما يدفع ضرر أو يسلب خير عندئذ لا بد من أن يلتزم به وعندما لا يلتزم به فمعنى ذلك أنه أخلى بعدالته أخلى بقيمة الحسن التي يجب عليه أن يتمسك بها فما دام قد ألزم نفسه بذلك لا بد من أن يفعله نعم بالنسبة إلى الإمامية عندما يذهبون إلى القول بأنه من باب لطف الله أن يضع المؤمن في الجنة كما وعده أما بالنسبة إلى الكافر وغير المؤمن مطلقا فالأمر موكل إليه إن شاء يضعه في الجنة وضعه فمن باب كرمه وإن شاء يضعه في النار وضعه فمن باب عدله طبعا هذه الفكرة يرفضها المعتزلة يذهبون إلى القول بأنه من ذهب إلى القول بأنه من باب كرم الله أن يضع الكافر جانبا أو أن يضعه في الجنة فالأمر موكل إليه من ذهب إلى هذا القول فقد أخطأ وعد هذا الخطأ من الأخطاء التي ابتنت على مخالفة إجماع المسلم فما يكون عليه إجماع ربما من يخالفه يقع في الخطأ من وجهة نظرهم أما ما تكون عليه سنة النبي ومقولة الأمة بشكل عام فهذا ما يدخل عندهم في دائرة التكفير لذلك كأنهم يقولون يجب على الله بناء على ما وعد به أو أوعد به من وعد ووعيد لا بد من أن يضع الكافر في النار والمؤمن في الجنة هناك من يقول بأنه لا يجب على الله ذلك يدخل عندهم في دائرة الكفر وهناك من يقول أما بالنسبة إلى المؤمن فمن باب عدله أن يضعه في الجنة وأما الكافر فالأمر ممكن إليه إن شاء جعله في الجنة وإن شاء جعله في النار فمن يذهب إلى هذا القول فقد أخطأ من وجهة نظره بقي عندنا المنزل بين المنزلتين بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما المنزلة بين المنزلتين فالمقصود بها أن فاعل الكبير لا يمكن أن نقول عنه هو كافر كما هو قول الخوارج ومن قال بذلك فقد كفروه وأما بالنسبة إلى من قال هو مؤمن لا يمكن القول بذلك كما هو موقف المرجئة الذين يقولون هذه الأمور تترك وترجع وتؤجل إلى يوم القيامة وذلك لأن هؤلاء يخالفون أو يخطئون فيما يذهبون إليه من هذا القول فلابد من القول بالفسق انطلاقا من كون الفسق الأمر المشترك من وجهة نظرهم بين كل أصحاب المذاهب فمن قال عنه هو مؤمن إذن هو مؤمن فاسق ومن قال عنه هو كافر فقال هو كافر فاسق ومن ذهب إلى غير ذلك فقد جعله قرين بالفسق فأخذوا الفسق ليكون المنزل بين المنزلتين وعرف ذلك بالأسماء والأحكام أي عندما نقول الأسماء والأحكام ونقول المنزل بين المنزلتين ونتحدث عن فاعل الكبير وكون فاعل كبير فاسقا كل ذلك يصب في دائرة معنوية واحدة وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فذلك يعدونه من الأمور التي تجب ربما بالقلب أو باللسان وربما باليد وقد اشتهر هؤلاء المعتزلة بأنهم كانوا سلبيين إلى حد كبير مع أعدائهم فمن قال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى حد القوة والسيف فمعنى ذلك أنه سيوقع الكثير من القتلى هو الجرح في صفوف الآخرين لذلك عندما تبنى المأمون ومن جاء بعده الاتجاه الاعتزالية حكموا السيف برقاب أعدائهم وليس ذلك إلا انطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا هذا مدخل أولي للاطلاع على المذهب الاعتزالي انطلاقا من الأسبوع القادم سنتوقف عند الخصائص عند كل واحد من هؤلاء المفكرين من أجل أن نقرأ ذلك تطبيقيا بناء على أدلتهم إن شاء الله أكتفي بهذا المقدار وأترك لكم المجال للنقاش الأشاعر هم الأبعد عن اعتماد العقل مستقلا وأما المعتزلة فهم الأقرب إلى جعل العقل بمثابة الميزان الذي يتم الاعتماد عليه والتعويل عليه في قراءة العقيدة والأمور ولكن ليس معنى ذلك أن الأشاعر ليست لديهم خلفية عقلية فالأشاعر مثل الباقلاني والجويني والغزالي كانت لديهم أيضا قدرات عقلية وفلسفية ومنطقية متميزة ولكن من أعطى العقل القيمة والأهمية والجدوائية الكبيرة هم المعتزلة وربما أعطوا العقل قيمة وأهمية أكثر من الإمامية أنفسهم أعطوا العقل القيمة الأكبر طبعا توسلوا بأفكار وطرحات فلسفية وعلمية وقراءات تأويلية واسعة أخذ بعضها من اليونانيين من السريان حتى أيضا أخذت بعض المطارحات والأفكار من التلاقح مع البيئة والوسط الداخلي أي من خلال ما وصل إليهم مشافهة من خلال حوارهم مع أصحاب الديانات والمذاهب الأخرى أي في الواقع علم الكلام أسسة ونشأة في الإطار الإسلامي الهدف منه الدفاع العقيل ليس أكثر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر